من أجمل العبادات وأجلها عند الله عز وجل وأفضلها في الموازين الصيام جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض مسافة وهو كبير بينه وبين النار تحجزه وهذه المسافة كما بين السماء والأرض بيوم في سبيل الله عز وجل كم بكى الصالحون؟ كم بكى الصالحون قبل موتهم على أنهم فقدوا هذه اللذة؟ أي لذة؟ صيام في يوم صائف حار طويل النهار يصومونه لله عز وجل شدة جوع وشدة عطش ما الذي يمنعهم؟ الصيام تطوع ما الذي يجبرهم؟ ليس الأمر بفرض ما الذي يمنعهم أن يأكلوا أو يشربوا؟ إنه حب الله عز وجل يترك أحدهم طعامه وشرابه وشهوته من أجل أي فضل هذا وأي حب ذاك عندما يترك الإنسان لذته ومتعته في هذه الدنيا من أجل من؟ من أجل خالقه جل وعلا والجزاء من جنس العمل لما علم بعض الصالحين أنه من مات وهو صائم وجبت له الجنة كانوا يكثرون من الصوم يرجون أن يقبضهم الله عز وجل وهم صائمين يوم من الأيام يوم من الأيام أحد الشباب كان ينتظر بعد صلاة العصر ينتظر الإفطار ترجمة نانسي قنقر